بمشاركة 330 شركة من القطاع الخاص الكويتي أقامت غرفة التجارة والصناعة لقاء خاص تحت عنوان استثمر في العراق تسعى من خلاله للإطلاع على الفرص الاستثمارية في العراق تزامنا مع مؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه الكويت نحن اليوم مع الأخوة في الكويت تكون رسالتنا أن العراق مفتوح للأخوة العزاء من الكويت وإن شاء الله الكويت تكون حزاب أوابات العراق للاستثمار والأعمار والبناء تاريخيا شرفت بالحضور هنا في غرفة صناعة تجارة الكويت سنة 2012 ودعيت لهذا المبدأ وسنة 2013 وقعنا اتفاقية ضمان وحماية الاستثمارات بين البلدين واليوم نريد أن نفعلها فإن شاء الله تكون استجابة جيدة من الأخوة العزاء في الكويت والعراق ينتظرهم هم الأهل والعشير مؤتمر استثمر في العراق يعد الأول من نوعه ويأتي حرصا من دولة الكويت على تحقيق أمن واستقرار العراق ويمثل انطلاقة تنموية لإعادة إعمار العراق وتحقيق المشاركة الفعالة من قبل المجتمع الدولي الفرص الاستثمارية للإخوان الكويتين أو للمنطقة منطقة الخليج بشكل عام وللعالم كله العمل موجود من هنا إلى مئة سنة في العراق واللي موجود ويدخل الآن رح يلقى المكان المناسب إلى وقوانين الاستثمار قوانين مشجعة جدا وأي شيء يحتاجوا حتى لخصوصيات معينة ممكن الدولة العراقية وبقيادة الأخ الدكتور حيدر العبادي أن تتسهل الأمور بشكل اللي يرتاح إلها المستثمر ويهدف المؤتمر إلى حشد التمويل من مختلف المصادر لمساعدة العراق على تلبية متطلبات إعادة الإعمار وتنمية المناطق المحررة من التنظيمات المتطرفة حسين الصائغ لتلفزيون المجلس